والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا مع صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بعد 17 عام رزقا بستة توائم حاولت سيدة أمريكية طيلة 17 عاما أن تنجب ابنا وتحظى بشعور الأمومة وحين حملت لأول مرة في حياتها أنجبت ستة توائم وأشرف طاقم طبي من 40 فردا على عملية الولادة القيصرية التي أجريت خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل أما صحيفة رياض الصعودية فقد عنونت نفوق خمسة حيتان قاتلة على شواطئ نيوزيلندا نفق خمسة من الحيتان القاتلة بعد جنوحها على الشاطئ الشرقي في نيوزيلندا وفي شباط فبراير الماضي نفق أكثر من 300 من الحيتان الطائرة في الجزء الشمالي من جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا وإلا صحيفة الحياة التي عنونت أم تبيع رضيعتها ب287 دولار في بوليفيا اعتقلت الشرطة في بوليفيا امرأة باعت رضيعتها البالغة من العمر 6 أشهر بمبلغ يساوي 287 دولار وتقول الشرطة أن الأم تحججت بالفقر لبيع ابنتها لكن تهمة الإتجار بالبشر وجهت إليها وستخضع للمحاكمة أما صحيفة الإمارات اليوم فقد عنونت وضع حجر الأساس لأكبر عين لمراقبة السماء بدأ تشيد أكبر تلسكوب بصري في العالم أول أمس فوق جبل بوسط صحراء اتكاما في تشيلي ومن المقرر أن يصبح هذا التلسكوب أكبر عين متاحة لمراقبة السماء من الأرض وصحيفة الغد الأردنية التي عنوانت الصين تكتشف جليدا قابلا للإشتعال أعلنت الصين للمرة الأولى أنها تمكنت من استخراج كميات كبيرة من مادة تشبه الثلج من أعماق بحر الصين الجنوبي الأمر الذي اعتبره الكثيرون مدخلا إلى إمدادات الطاقة المستقبلية